مبارح شفنا أربع أهداف هدفين بقدم تريزي جي هدف محمد صلاحوي الختام الربعية الجميلة دي كان مصطفى فتحي شفت الأداء إزاي والأهداف الأربعة وتريزي جي مبارح عمل مطش هاي الجد هو أمر متوقع من تريزي جي يعني في كل مباراة لمنتخب مصر تريزي جي لازم يكون له بصمة بيكون هو واحد من النجوم المهمة والمؤسرة جدا مع منتخب مصر ده الهدف العشرين لتريزي جي مع المنتخب تريزي جي دخل دلوقتي يبقى في قيمة أفضل عشر هدفين لمنتخب مصر في تاريخه فده رقم كويس جدا بالنسبة اللاعب زي محمود تريزي جي شفناه كتير جدا في مواقف حسمة مع منتخب مصر موجود وقادر أنه هو يثبت نفسه ويثبت قدراته وجود تريزي جي مبارح أو ممكن أنا كنت حاضر في ماتشو بوركي نفسه في تصفيات كاس العلم اللي كان هنا في مصر كان تريزي جي لاعب مؤثر جدا وكنت بشوف كان في الشوت الأول بالذات من المباراة كان تريزي جي ناحية المقصورة بتاعة الصحفيين وهو بيتحرك على الجناح دخوله على أي لاعب من مدافعين منتخب بوركي نفسه كان اللاعب بيبتدي يرجع لورا وخايف الآن من تريزي جي وده الدور اللي تريزي جي بيقدمه بيبقى اللاعب داخل مع تريزي جي مش عارف هو إيه اللي هيحصل منه المدافع اللي قدام تريزي جي هو مش قادر يتوقعه هل تريزي جي هيبتدي يتحرك إن هو يروغه على خارج الملعب لبرا ولا هيدخل لجوه ويدخل منطقة الجزاء فوجود تريزي جي في الملعب بيضيف كتير جدا لمنتخب مصر تريزي جي في الأساس أول ما بدأ مع النادي الأهلي كان لعيب نص ملعب قبل ما يتحول للجناح فمدرك جدا واجبات وأدوار لعيب وسط الملعب فلما يبتدي يتحرك وينزل يلعب في نص الملعب أو يبتدي يدعم زمايلي في نص الملعب بيكون عارف كويس هو مطلوب منه إيه وهيقدر يعمل إيه فده بيضيف كتير للأداء المنتخب كمان لما بيدخل في عمق الملعب هو عنده القدرة على الاستلام في أي مكان بيستلم في عمق منطقة الجزاء الخصف بيستلم الكرة تحت ضغط كويس جدا بيسدد من بره المنطقة أو من جوه المنطقة وبينهي الهجمات فتريزي جي بيقدر يتحول بين أكتر من مركز من جناح شمال لوسط ملعب لقلب هجوم لجناح يمين شوفنا في ماتش بوركي نفسه وكان بيرجع يقدم أدوار الباكليفت أنه هو كان منلعب برضه التلاتة في الوقت استحواز على الكرة كنلعب بتلاتة فكان بيرجع عشان أو المنافكة الكرة يرجع يقدم الأدوار الدفاعية في تريزي جي لعب مارن لعب عنده أدوار كتير بيقدر يقدمها والأداء اللي قدمه مبارح في ماتش بوتسوانا كان شيء متوقع جدا منه المنتخب فيه تنوع كبير يعني عندنا تريزي جي محمد صلاح وعندنا كمان لعبة من منتخب الأولمبي عندنا أسامة فيصل وإبراهيم عادل التنوع ده هل ده عامل حالة من خلينا أقول الميزان كده أو خليهم يعني خلى فيه توازن في اللعبة عندنا ما بين المنتخب الأولمبي والمنتخب بقى يعني منتخب مصر بتاعنا فهل النهار ده شفنا الاختلاف ده عامل فرق وعمل ضغط على منافسين بتاعنا هو ده مفيد لمنتخب مصر أكتر ما يكون هو بيشكل ضغط على المنافسين والخصوم مفيد لمنتخب مصر لأن احنا بنبتدي اللعيبة تحت 23 سنة تبتدي تدخل مع المنتخب الأول هي متأخرة أسنة يعني احنا بالنظر لكل المنتخبات حوالينا في العالم كله احنا منتخب مصر متأخر في دخول اللعيبة تحت 23 سنة لسه من شوية كان عندنا الخبر من المين يمال أحسن لعب في الدور الأسباني في شهر أغسطس وكان مقدم أداء كبير جدا مع منتخب أسبانيا في اليورو لنما احنا عندنا هنا الموضوع متأخر شوية دخول إبراهيم عادل وأسامة فيصل ولعبت المنتخب الأولمبي ومحمد شحاتة كان موجود على دكة البودلة عندنا أكتر من لعب يستحقوا أن هم يكونوا موجودين هم دول اللعيبة اللي هنعتمد عليهم لأن خلاص ومضورهم مع المنتخب الأولمبي انتهى بنهاية مشاركتهم في الأولمبياد فبعد كده هم الجيل ده هو الجيل اللي هيأسس لمنتخب مصر في فترة جاية هو الجيل اللي هيكون المفروض أن يكون هو القوامل الأساسي لمنتخب مصر في كاس عالم 26 إن شاء الله في حال التأهل فلازم اللعيبة دي مع الوقت في المباريات الجاية ومباريات التصفيات الجاية يشاركوا أكتر مشاركتهم تزيد مع المنتخب ياخدوا خبرات أكتر وجودهم مع منتخب مصر في وسط لعيبة زي محمد صلاح وتريزيجي ومصطفى محمد والنيني وحمد فتحي وكل الأسماء الموجودة دي بيديهم خبرة وثقة لأكتر مع المنتخب